أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلات الجهود نحو تطوير القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الأداء والمردود الاقتصادي على أسس من الاستدامة والتنافسية والتي من بينها القطاع اللوجستي الذي يمثل محورا رئيسيا وحيويا في تنمية مختلف المكونات المتصلة به ومنها النقل الجوي وخدمات الطيران المدني الذي يتعزز دورهما مع برنامج تحديث مطار البحرين الدولي في تكامل للخدمات المميزة على هذا الصعيد مشيرا سموه وحفظه الله إلى أهمية الخطوات الاستراتيجية والمبادرات المهمة التي تتم في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى وقال سموه أن تحديث أسطول شركة طيران الخليج يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لها على المستويين الإقليمي والعالمي وتنفيذ الرؤية الشاملة المستقبلية لطيران الخليج بالشكل الذي يتناسب مع اسم هذه الشركة العريقة وبدورها الرائد في تقديم خدمات النقل الجوي مؤكد أن سموه أهمية استمرار الدعم والمساندة لاستراتيجيات تطوير أداء شركة طيران الخليج خاصة مع ما يشهده اليوم قطاع النقل الجوي من تنافسية كبيرة في تقديم خدماته والعمل على تعزيز مكانة الشركة في قطاع صناعة الطيران المدني والبناء على ما رسخته من هوية في هذا القطاع الحيوي جاء ذلك لدى اطلاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الأسطول الجديد للناقلة الوطنية شركة طيران الخليج بوصول أولى الطائرات من طراز البوينغ 787 ضمن الأسطول الجديد بقاعدة الصخير الجوية حيث كان في استقبال سموه حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورئيس وعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج وقد قام سموه بتفقد إحدى الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 787 دريم لاينر واستمع سموه لشرح حول الخطة الزمنية لاستقبال الطائرات الجديدة لأسطول الشركة الجديدة والذي سيضمنه عيني من الطائرات وهي البوينغ 787 دريم لاينر والإيرباس من طراز A320 نيو وسينضم لأسطول الشركة خلال العام الجاري خمس طائرات بوينغ من طراز 787 تسعة دريم لاينر مما سيلعم خطط طيران الخليج للتوسع والنمو خلال العام الجاري لتسير رحلاتها إلى خمسين وجهة كما تم تقديم شرح لسموه حول الجوانب التقنية لطائرات بوينغ 787 دريم لاينر وميزاتها الرئيسية وهن سموه حفظه الله مجلس إدارة شركة طيران الخليج على وصول أولى طائرات الشركة ضمن خطط تحديث أسطول الناقلة الوطنية بما يخدم أهداف الشركة نحو التطوير وتوسيع شبكتها وجهاتها وتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة المسافرين وراحتهم معربا سموه عن اتزازه وتقديره للكوادر البحرينية العاملة بالشركة وتفانيها وإخلاصها في تنفيذ مختلف برامج وخطط التطوير متطلعا سموه أن تحقيق الشركة المزيد من النجاحات في ضوء هذه الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها لتدعيم مكانتها وريادتها في المنطقة بما يتوافق مع التطلعات المنشودة وتمنين سموه للناقلة الوطنية كل التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة من جانبه عرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارات والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد بالقادة الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه بالاطلاع على أولى طائرات الأسطول الجديد للناقلة الوطنية شركة طيران الخليج وهما يشكل بداية لمرحلة هامة وتاريخية للناقلة نحو التوسع الاستراتيجي لشبكة وجهاتها وتحسين أسطول طائراتها مشيدا بما يليه سموه من اهتمام متواصل بتطوير الناقلة الوطنية ونوها إلى أن شركة طيران الخليج تتطلع إلى تقديم تجربة مميزة للمسافرين على مدن طائراتها الجديدة على مختلف درجاتها السياحية ورجال الأعمال وقال أن انضمام أولى طائرات طيران الخليج من طراز بوينغ 787 دريم لينر إلى الأسطول يأتي متماشيا مع الرؤية 2030 لمملكة البحرين حيث دادف طيران الخليج إلى أن تكون البحرين بوابة إلى العالم أجمع مع الاستمرار في تعزيز تجربة المسافر في جميع مراحل سفر وتطوير الموارد البشرية التي تحتضنها الناقلة الوطنية